على الرغم من أن مقتضيات المرحلة التي تعيشها إيران تقتضي اتباع خط يبتعد عن التشدد والاتجاه نحو الإصلاح الداخلي بسبب الأزمات المتراكمة لكن مجريات الأمور تذهب إلى مزيد من الخيارات المتطرفة نواب إيرانيون وجهوا انتقادات لاذعة إلى التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي لا سيما بعد حصول موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي على المرشحين لشغل حقائب الأمن والدفاع والسياسة الخارجية وفق ما ذكره موقع إيران انترناشنال وكالة فارس الأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني نقلت عن حسين أمير عبداللهيان المرشح لحقيبة الخارجية قوله إنه سينتهج أسلوب قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في مجال السياسة الخارجية الإيرانية جاءت هذه التصريحات في لقاء جمع عبداللهيان بعدد من نواب في البرلمان الإيراني والذين انتقدوا غياب النساء وافتقاد الخبرة بين المرشحين وبينما خلت التشكيلة الحكومية المقترحة من أي مرشح من المكون السني قال النائب غلام رضا منتظري إن إبراهيم رئيس اختار الوزراء من بين أصدقائه المقربين فقط من جهته أكد النائب جلال محمود زادة أن التضخم الاقتصادي والتسول وعمالة الأطفال والانقسامات الطبقية الشديدة وبيع الأعضاء من أجل كسب الرزق والسرقة والابتزاز هي حصيلة للأخطاء المتواصلة منذ الحكومات السابقة وبينما تواجه إيران تفشي واسع لوباء كورونا وعقوبات أمريكية خانقة شلت اقتصادها المرهقة كانت رسالة نظامها للمجتمع الدولي اختيار رئيس متشدد من تيار المحافظين أثناء مفاوضات فيينا المتعلقة بملفها النووي وها هو النظام يوصل رسالة سلبية أخرى إلى الداخل الإيراني بتشكيلة حكومية تواصل سياسة التوسع والنفوذ الخارجي على حساب الإصلاح الداخلي الذي يبدو أن الإيرانيين لن يرواه في ظل هذا النظام المأزوم بعقدة التوسع والأطماع التاريخية اشتركوا في القناة